الجر بالإضافة للإضافة ركنان أساسيان المضاف والمضاف إليه حتى نفهم الإضافة بصورة أفضل سندرس هذا المثال نقول هذا قلم المعلم قلم هنا هي المضاف والمعلم هي المضاف إليه ولو لاحظنا هنا أن المضاف قلم يكون نكرة أضفنا هذا المضاف الذي هو نكرة إلى المضاف إليه ليتم معنى المضاف إذا المضاف إليه فائدته أنه يتم معنى المضاف قلم لوحدها كانت نكرة عندما أضفنا المعلم عرفنا أن هذا قلم المعلم أتممنا المعنى والمضاف إليه قد يكون معرفة كما رأينا هنا المعلم معرفة وقد يكون أيضا نكرة ومثاله إذا قلنا هذا قلم معلم فهنا قلم نكرة وهو مضاف ومعلم أيضا نكرة وهو مضاف إليه وماذا عن إعراب المضاف؟ يعرب المضاف حسب موقعه في الجملة هنا مثلا المضاف قلم جاء خبر هذا مبتدأ وقلم خبر مرفوع على مترفعه الضم أما المضاف إليه فإنه يعرب دائما على أنه مجرور فهنا المعلم نقول مضاف إليه مجرور على متجره الكسر وفي المضاف يجب الانتباه أنه مع المفرد يجب حذف التنوين ومع المثنى وجمع المذكر السالم يجب حذف النون فمع المفرد في هذا المثال قلنا هذا قلم المعلم حذفنا التنوين في قلم لأن قلم إذا لم تكن مضافا سنقول هذا قلم ونقف لكن عندما أضفناها قلنا هذا قلم المعلم حذفنا التنوين حتى إذا كانت مثنى فإذا قلنا هذان قلمان قلمان هنا مثنى وهو خبر مرفوع على مترفعه الألف والنون موجودة لكن إذا أضفناها وقلنا هذان قلمان المعلم فإننا حذفنا النون والمضاف إليه له أنواع فقد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا متصلا فإذا كان اسما ظاهرا فإن علامة جره ستكون الكسرة مع الاسم المفرد أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم وقد تكون علامة الجر الياء مع المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة أما إذا كان المضاف إليه ضميرا متصلا فإن جميع الضوائر كما رأينا تكون مبنية أي أنه لا تظهر عليها علامة الجر سواء الكسرة أو الياء مثاله إذا قلت هذا قلمه قلم هنا هي المضاف وهي مضافة إلى الهاء والهاء هنا لا نقول أنها مجرورة لكن نقول أنها في محل جر بالإضافة